محطات صناعية عديدة وقف عندها وزير الصناعة والمناجم عبدالسلام بشوارب بيستيف حيث كشف أن حجم إنتاج الإسمنت بعد دخول مصنع أدرار والشلف حيز الخدمة في الأشهر المقبلة وكذا تدشين مصنع عين الكبيرة سيدخل الجزائر في تصدير هذه المادة قبل سنة 2018 اليوم انطلقنا في زوج ملايين طن عن طريق المصنع الجديد نحن في عين كبيرة رح نمشي أيضا مننا شهر مارس أبريل بكمية مليون ونص طن في مصنع أدرار وراح نوصل شهر أكتوبر بمصنع الشلف نضيفه كمية مليونين طن وهكا نكون فيه 2017 ضفنا خمس ملايين ونص طن بدء عملية استرجاع العقارات الصناعية من المتعاملين الذين لم يباشروا مشارعهم هو ما أكد عليه المسؤول الأول في قطاع الصناعة بوشوارب أكد أيضا أن 2017 ستكون سنة للمناولة حيث يحمل قانون المالية عديد تحفيزات للمستثميرين قررنا بالسنة 2017 ستكون سنة المناولة وأنتم ما شفتوا في قانون المالية 2017 جينا بعدة تحفيزات في هذا الميدان في المناولة بصفة عامة وبخصوص استيراد السيارات أكد بوشوارب أن قطاع الصناعة يهدف إلى تخفيزها إلى ما لا يقل عن التسعين ألف سيارة كما سيتم تشجيع تركيب السيارات داخليا وفيما يتعلق بمشروع مصنع بيجو أكد الوزير أن الجزائر لن تتنازل عن شروطها هذا وستحقق الجزائر الاكتفاء الذاتي في مادة الفوسفات وسيوجه الفائض منه إلى بعض البلدان الأسيوية حسب وزير القطاع كما تجدر الإشارة أن شركة سونتراك ستدعم القطاع الصناعي في المادة الأولية في ظرف سنتين فهل سينتعش القطاع الصناعي في الجزائر هذه السنة وينجح في خلق اقتصاد بديل عن المحروقات ترجمة نانسي قنقر